قديما قالوا المعاناة تولد الابداع والحاجة ام الاختراع وهذا ما بد جليا في عزلة عوالي سامد اليمانية او كما تسمى بقرى سامد احدى اكبر عزل محافظة ريما مجموعة من القرى المتناثرة البعيدة في اعالي جبال ريما المنيفة افتقروا الى ابسط الخدمات الاساسية من صحة وكهرباء ومياه وطريق ولعل الاولى والاخيرة غيابها اكثر تأثيرا على الاهالي هناك فالصحة والطريق سببان رئيسيان لفراق العشرات من رجال ونساء واطفال المنطقة للحياة كون المنطقة على اتساع رقعتها جغرافية وكثافتها سكانية ليس بها اي مشفى او مستوصف او مركز صحي ولا يوجد بها اي طبيب زائر او مقيم رغم انتشار العديد من الامراض والاوبئة المستوطنة ولا تعرف من الخدمات الصحية سوى بعض التطعيمات واللقاحات التي يجلبها الاهالي في المواسم ويحتفظون بها في محلات المواد الغدائية في برادات الحفظ الاسماك والدجاج المثلج بينما تعد الحمير هي وسيلة النقل الاساسية ووسيلة الاهالي الوحيدة لنقل البضائع والمياه وما شابه نظرا لغياب الطريق الاسفلتية ووعرة الجبلية منها حيث يحتاج النفر منهم للمشي على قدميه ما يقارب ست ساعات او تزيد للوصول الى العزلة المذكورة فالطريق عالية وشاقة وغير معبدة وهو ما استدعى المواطنين انفسهم بعد اراء تهميش الحكومات المتعاقبة لمنطقتهم الى القيام بمبادرة ذاتية كلفتهم الكثير من الوقت والجهد والمال شارك فيها ابناء العزلة رجالا ونساء شيوخا وشبابا وحتى الاطفال المبادرة تمثلت برصف الطريق يدويا حيث بدأت المبادرة قبل قرابة عقدين من الزمن لتربط مشرافة اصاب باليمانية ريمة على امتداد ثلاثون كيلو متر تقريبا وبتعاون الشيخ محمد محمود اليمانية احد مشائخ المنطقة كما قيل الا ان المشقة وضيق الحال كان سببا بتوقفها انذاك ليستأنف الاهالي استكمال مشروعهم العملاق مؤخرا لعدم التفات الجهات المختصة اليهم يا ريامة وقد عملنا جاهدين على ان نعمل على شق الطريق بعيدنا وبعناء ما نمتلك من اراضي وذهب وفقدنا اناس واشخاص احباء واصدقاء في هذه الطريق والى الان لم نستطيع ان نكمل هذا المشروع سرنا كل ما نمتلكه وكما ساعدون المغتربين جزاهم الله وخير في المملكة العربية السعودية واخر المتربين في صنعاء وتم شق هذا الطريق من قرية برحة 10 كيلو مسافة الى قرية لكب ثم انشقت من قرية لكب بنصفين النصف هذا اتجع على قرية عوالي سامد وهو الذي يربط المديرية والنصف الاخر تم من قرية لكب اليماني والضرم يربطه بقية القرى التابعة لعوالي سامد لذلك نناشد الحكومة نناشد المجلس المحلي في المديرية نناشد المجلس المحلي في المحافظة ان ينظر الى هذه الطريق ان يكملوا هذا المشروع الذي بدأوه المواطنين نناشد وزير الاشعال الذي كان قد قد تمكن وقد وافق على اكمل هذا المشروع أو يتم المشروع من مشرافة الى برحة سامد لكن لم نرى هذا المشروع يخرج الى النور عبر الاوراق فقط وفي الادراج لا يوجد مركز صحي لا يوجد حتى ادوات للفحص المخبري لا يوجد اشعة نعاني من غياب الخدمات الصحية ما فيش اي خدمة صحية تقدم الا بجهودنا وهو اللقاح فقط اللقاحات هي التي نستطيع ان نوجدها وندخلها للمواطن بجهودنا ثلاجة للتحصين معطلة في الوحدة الصحية لا يوجد حتى ثلاجة للتحصين ولا يوجد سلسلة تبريد كافية انما نبرد في الدكاكين وفي البقالات وهذا لا يجوز ان يبرد اللقاح في الدكاكين والبقالات لا يوجد اي مشروع صحي ظهر في المنطقة ولا يوجد اي مشروع صحي ولا في عموال صحيين ولا كوادر مؤهلة ولا منظمات دخلت المنطقة واهلت لنا كوادر للعمل في الصحة ونعاني من الامراض المستوطنة والمستعصية منها الاميبيا والبلهارسية والسل الرئوي جميع الامراض المستوطنة في المنطقة موجودة كالملاريا والزهرين والسل وغير ذلك المواطنون الذين ضربوا للدولة أروع الأمثال بالصبر والعزيمة وطول البال ناشدوا عبر قناة آزال الفضائية كل الجهات المختصة للنظر بجدية إلى عزلتهم المنسية وإدراجها ضمن المشاريع التنموية في الخطة السنوية أو الخمسية أو حتى الخمسينية لبرنامج لما في أسبوع فواز خاد المقتري من محافظة ريمة